ترى الساسمو شيخ عبدالله بن زايدة لنيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس تعليم والموارد البشرية أمس في دبي الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس وطلع سموه خلال الاجتماع على مشروعات جديدة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إذ استعرض معالي الدكتور أحمد بن هولفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة أبرز ملامح مشروع التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية الذي أعدته الهيئة مؤخرا وتقدمت به للمجلس وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تقدمت في وقت سابق بمجموعة مبادرات تهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة حيث كان من أبرزها مشروع دراسة حول نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية كما اطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايدال انهيان خلال الاجتماع على نتائج تنفيذ مشروع المسح الشامل لجودة حياة الطلبة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وعلى مستجدات مشروع الرخصة المهنية للمعلم التي ستتضمن تقييم المعلمين في المعايير المهنية لرخصة المعلم واختبار في المادة التخصصية